موسيقى صالحون 8 سنين بالإمارات بيعملوا جائزة الإمارات للسيدات المتميزات وهلأ صار فيه بلبنان كمان بالسن الأولى الجائزة نفسها أكيد للنساء اللبنانيات وربحة سيدة الأعمال الأولى للعام 2012 هي مهندسة رولا موسى ألا وسألها فيك صباح الخير أهلا وسألها فيك كيف صحة؟ ماشرحة لكن أنت أفضل سيدة أعمال لسنة 2012 هذا شعور مفروض يكون حلو كتير أكيدا شعور حلو خاصة أنه في لبنان كان التركيز دايما على الجمال وعلى الفن وعلى مواضيعها هي مختلفة بس لأول مرة كان عم بيطلعوا للسيدة من إطار الأعمال يعني بفهمينك ما بتغني لا أنا ما بغني بس تعبتي يعني تعبتي على شغل أنت أساسية على شركة أنت أساسية ابتدت بلبنان وانتقلت لعدد دول ناتويز شركة أساسية سنة 1996 أنت تخرجت بالإي تي نعم وقررت هيك بدي أبلش عم الويبسايد كان الإنترنت مش واصل حتى على لبنان أو واصل على المودم المودم اللي بيعمل صوت صح نحنا بتعرف كان الفرصة هي بتعرف أنه دايماً واحد وقت واحد يشوف ويف جاي يعني بموضوع معين لازم يبلش يفكر يعمل بيزنس حوله نحنا كان وقته طالع الإنترنت شيء أنه طالع بلبنان وكان بالدول العربية كان قليل ما كان فيك حداً يعمل بعد خدمة الإنترنت نحنا جينا فكرنا أنه بموضوع سورفيسيز حولين الإنترنت يعني مثل ويب ديفلوبمنت إي سورفيسيز كل شيء إلكتروني فيك تعملو أنت حول خدمة الإنترنت كانت الفكرة هي سباقة لأنه ما كان في حداً بكل الشر الأوسط وبعدين صار أكيد الشركات تخلق من وراء هيدا الإنشطة اللي احنا عملناها وكانت مش بس سباقة كمتل ما أنت قالت كان بدا كتير شغل لأنه لتروح أنت ما حدا بيعرف شو الموضوع لك تروح أنت أول شيء كشركة تسقف عن موضوع الإنترنت تعمل دورات تدريبية ليفهموا العالم شو المنفت شو الفوائد من موضوع أنه أنت تكون على الإنترنت بقى كان المشوار طويل وبذات الوقت حلو يعني ومتعب أكيد أنتوا فتحتوا كمانا بدول عربية يعني مظبوط فتحت بلبنان وبسرعة كتير يعني بلاشت تفتح مكاتب بدول عربية وهلأ صرت وصينا على أمريكا كيف صار هالتطور؟ نحنا كمان حلفنا الحظ لأنه كنا أول شركة صار العملاء يجوا من كل الدول على لبنان دول عربية خاصة مشان هيك نحنا دغري فتحنا بكل بلد عربي تقريبا مكتب وصينا نأمن الخدمة مش بس من لبنان صينا نأمنها من البلد للعميل وبعدين تعرف لما تكون أنت بعالم الإيتي يعني يعني أنت فيك تعمل كتير أشياء لتوصل فيها لأبعد من العالم العربي مشان هيك شركتنا حولناها من شركة محلية لشركة إقليمية لشركة عالمية هلأ يعني عدد المواصفين هو مية ميتان تلتمية؟ لا نحنا فوق الخمسمية هلأ فوق الخمسمية كل الوقت وفيه أكيدة عنا كونتراكترز يعني بتعرفي أمريكا أنت اللي ما تشتغل دايما بتجيب كونتراكترز مش بس يكون عدد المواصفين ثابت سهو بيختلف العدد حسب المشاريع اللي بتكون عنا نسبة اللبنانيين يلي بيشركتيك علي؟ ماهني هو اللي قلتلك خمسمية أغلبيته اللبنانية البقوي بيكونوا دايما كونتراكترز بنجيبون غير محلية إذا اقتدت الحاجة؟ جايزة أفضل سيدة أعمال لسنة 2012 الناس بتحكي أنه سيدة الأعمال لازم يعني نعطيها قيمة بتتعب أكتر أنا اللي بدي أسألك ليش فيها يعني ليه بنحكي هيك يعني فعلا وين الصعوبة لأمرأة لا تكون سيدة أعمال ولا تنجح؟ لك هي كتير صعبة شغلة ما النهائنا لأنه كأمرأ أنت اليوم بالحياة عندك كتير إشاة تانية غير أنه الأعمال عندك بدك تأسس عائلة في عندك زوج في عندك أولاد في عندك مجتمع وراك بتوقع منك كتير إشياء يعني أنت بزيت الوقت يعني كمرأة مش أنت كمرأة لازم تكون تهتم أول شي بقتل صغير اللي هي بيتها وبقتل أكبر شوي اللي هي عائلة ما يعني بيصير العمل هو موضوع التالت ورابع لتوفق أنت بين كل هالإشياء وتنجح بكل واحدة من هولي شغلة ما النهائنا مش أنهيك المرأة بدأت تعرف تكون هي أكيد المرأة في لبنان كتير زكية وعندها إشياء متميزة فيها عن غير نساء اللي هنالابتكار الإبداع المسابرة عندها كتير إشياء إذا وظفتهم لموضوع الأعمال بالإضافة أنه تكون مهتمة بكل شي بحياتها أكيد هيدا بيكون عنواننا النجاح قديت زوجك وعائلتك هن ساعدوك لتصبح سيدة أعمال ناشحة هي اللي أقول لك شغلة إذا أنت ببيتك ما عندك بيأة حاضنة تنجح أنا بلاقيها كتير صعبة أنا اللي كان عندي فرصة كتير حلوة أنه زوجي داعم للمرأة وداعم للتطور ودعمني بطريقة كتير حلوة لوصلت أنا اللي وصلت له اليوم وأكيد عائلته كمان كتير ساعدتني وعائلتي يعني أنا نجاح بهديله كلهم لأنه هن جد ساعدوني بكل مساري يلي رح سير رولا رح نحكي بعد شوية عن الجمعية اللي بنني للإنماء الريفة كمانا جمعية اشتغلت عليها أساستية عم تعطي خدمات إليها علاقة بالآي تي يلي صار السباشالتي تبعيتك هذا كله رح نحكي بعد هالوقف الأصيرة رولا موسى لكان هي السيدة العمال الأولى بلبنان لسنة 2012 حسب فينا نسمية مسابقة أو بركي من نسمية شائزة لبنان للسيدات المتميزات نعم يلي قدمت عليها يعني مثل كتير نساء مثل كتير سيدة أعمال قدمته وأترشحته وهون صار فيه كوميتي ما هيك اختاروا مين هن اللي رح يبقوا ومين اللي ربحنين ما كنت مستنظرة يعني أنه تربحي بالضرورة أكيد أنت قدمت بحبة تربحي ولكن ما عنديك الجواب قبل بوقت مية بالمية ما كان في جواب كان جواب أخر شي بالحفل بالحفل النهائي اللي نعمل بالأونسكو بثمانية تموز وكان وقته يعني كلنا راحين الخمسة عشر في ناليست مش معروف مين يعني رح يكون الفائز عم نشوف صور من الحفل مين قام بهالحفلة يعني مين الأشخاص يلي قرروا يعملوا جائزة لبنان للسيدات المتميزات مثل ما تفضلت وقلت أربار هي بلشت من الإمارات والأورجينايزر بالإمارات هي الشركة لبنانية اسمها اتصال قررت هالشركة تجيب هيدا المصابقة على لبنان وكانت بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في لبنان تعاونوا مع بعضهم وأطلقوا جائزة بالبنان نعم عم نشوف صورة وزير الاقتصاد نعم الحفل كان برعاية وزير الاقتصاد ومثل ما شايف كمان استاذ محمد شقير هو مدير غرفة التجارة والصناعة في لبنان كان برعايتهم اتناناتهم رولة الجمعية لبنانية للإنماء الريفة أنا حبيت اسم هالجمعية لأنه صرت عم بتصور يعني مدى الأشغال اللي بينعملوا بهذا الإطار فيها نحكي عنها الجمعية شوي هي الجمعية لبنانية لإنماء الريفة متل ما اسمها بيدل هي بتعنا بإنماء الريف بتعرف اليوم ريف لبنان بحاجة لكتير إنماء خاصة بغياب دور الدولة الفاعل بالنسبة للإنماء الريفة نحن عنا مشكلة بلبنان أنه صارت كل الأشغال موجودة بالعاصمة بالمدن الكبيرة بالمدن الكبيرة أغلبية طبس هيدا الشي عم بيخلي يكون في دايما أزمة سير للمواطنين عم بيخلي الشباب اللي عايشين أصلا بالريف يضطروا يجوا على بيروت يسكنوا ليكونوا بشغلون هيدا الشي بيخلي أول شيء يعني البلد عم تغلى كلها نتيجة لها الموضوع بقى كانت الجمعية أهدافة أنه نحن كيف فينا نخلي أبناء الريف يعملوا يعني يلاقوا عمل بالريف وما أنه نحن مختصين بالإنفورميشن تكنولوجي اللي هي المعلوماتية نطاق المعلوماتية هو أحسن نطاق أحسن شغل بيتقدر أنت تشتغله من الريف يعني حيال لحدا بيكون شاغل دارس معلوماتية بيقدر هلأ صار من بيته يقدر يشتغل ويطلع يعني يعني الفكرة من الإنماء الريفي ما نشتغل بالجيج وبالبقر وبالالشياء المتصورة أنه هيدا بس للريف لكن فيها نشتغل بحقالة شركة بواسطة الإنترنت بواسطة الأدوات الموجودة طبعا عبر الإنترنت الويب سولوشنز يلي بتسمح لنا نتواصل مع شركات بالمدينة 100% هلأ نحن جمعيتنا مثل ما أنت قالت بتعمل أول شيء توعية لكيف فيك أنت اليوم تستعمل المعلوماتية لشغلك العادة إن كان مثل ما قالت تربية المواشي والزراعة شو هنأ أصلا الإنتاج الموجود هلأ بالريف كيف فيك تنمي عبر المعلوماتية هيدا التوعيات اللي نحن عم نعملها الحملات التوعية والتدريبية نحن مندربوهم كيف يستفيدوا من هالمورد الجديد اللي بداروا يطوروا فيه أشغالهم بعدين كمان نحن عم نعمل شيء تاني نحن عم نخلق عم ننمي صناعة المعلوماتية يعني أنت كمان الصناعة التقليدية هي بتعرفها شو هي فيه كمان صناعة جديدة صناعة هذا العصر اللي هي صناعة المعلوماتية هذه الصناعة مش ضرورة تكون أنت بالمدينة تتشتغل فيها فيها نعتي أمتل رولا عن هذه الصناعة مثلا أنت اليوم إذا نحن كجمعيتنا عم نجرب نحن ندرب أبناء الريف على برامج جديدة هلأ مطلوبة بيقدروا بواسطة يشتغلوا لكل أنحاء العالم اللي هو بتعرف نحن هلأ صناع بالعالمة يعني أنت صار لبنان فيلج بالعالم بطل أنه لبنان بلد بين هالدول صار يعني جزء من هالعالم جزء من هالعالم كله سوف ينتواصل مع أحدا بالصين مع أحدا بالإمارات أحدا بنيويورك أنت لنأخذ أمام كثير صغير اليوم تعرف فيه أكثر شيء هلأ صاير ديرج اللي هي الموبايل أبس اللي أنت تعرف على الآيفون بدك تعمل الحياة للشخص بتعملها على الموبايل مثلا نحن عم ندربهم واحدة من الدورات اللي ممكن نعملها واللي عم نعملها هلأ ندربهم على الموبايل أبليكيشن ديفلوبمنت بيجي حدا وينما كان بالعالم عنده موبايل أبليكيشن بده يعملها مجرد ما هو عارف شو هي بيلاقي ديفلوببر وينما كان موجود بالعالم بيقله عمل لي إياها وهيدا الديفلوببر بيتقاضى أجره على العمل اللي بده يعمل ولا على الساعة ولا على النهار يعني هو بنكون بيتفق مع العميل كيف بده يشتغل معه وممكن تركب هالموبايل أب من بيته بس برجع أقول يعني أي نوع موبايل أب يعني هلأ عم نحكي عن الموبايل أب اللي بيخلونا نتواصل من الفيسبوك إلى آخره أنتو بالنتيجة ما عم بتعلموا الناس يستعملوا إنترنت أنتو عم بتساعدون عم بتأهلون عم بتدربون لهدف عمل لهدف إنو يتواصلوا للعمل للبيع ولا الشراء للتواصل نحن عم نعمل اثنان أول شي التوعية لحتى يقدروا يستفيدوا من الإنترنت لأشغالهم العادية وتاني شي الصناعة اللي هن يقدروا يبرمجوا يعملوا هالبرمجة هاي دي اللي يتقاضوا حقه بالعالم كله للعالم كله بلا ما يضطروا ينزلوا ع بيروت ويدبروا شغل نعم يعني أنت هاي دي اكزامبل واحد فيه كمان كذا اكزامبل يعني اليوم بتعرف كمان السوشال ميديا إذا أنت بتدرب سيدة قاعدة مع أطفالها بالبيت إنو كيف تصير سوشال ميديا أكسبرت بتصير كمان من بيتها وقاعدة ببيتها مع ولادة تقدر تعمل هالعمل وتأمن ما تخول العائلتها إضافة فيه كتير أمثلة بالآيتي اليوم يعني كتير كتير فيه مجالات قد ما تتخيل مشان هيك خد فكرة أنت الهند الهند كيف تبلشوا ينموا اقتصاد وفكروا بصناعة الـ IT صحيح صاروا الـ الـ call center تبع العالم صاروا منتجين صاروا وهي زيتها الفكرة نحن يمكن منكون حي صغير بالهند لبنان كله عرفت عليه بس إذا بتفكر تاخد هالريف بهالاتجاه مع الدورات الملائمة مع الـ orientation يعني تقلهم شو هلأ العالم بحاجة وين لازم يتخصصوا أكتر وين يصرفوا درسوا وتعليموا على أي نطاق دغرب بيصيروا دغرب بيقدروا يعملوا هالعمال رولا شفت اشتغلت عملتي أنه ايه في مستقبل لعالم الـ IT لعالم التكنولوجيا الـ digital المعلوماتية برأيك لبنان شو نقصوا يعني ما بنا نحكي إنترنت وأفضل وهيك بس فعلا يعني شو نقصنا لنصير شوية منافسين أكتر يعني لنقدر صناعاتنا نوصلها لبرة لنقدر نتواصل أفضل بالنتيجة البلد كله بيتحسن لما يكون فيه سيستام معلوماتي صحيح هلأ نحنا ما بنا نحكي كإنفرستركتور يعني كبونة تحتيش ونقصنا لأنه معروفة هيدا ونقصنا كتير هيدا قطاع للدول اللي تهتم فيه بس نحنا إذا بدك خلينا نفكر بالقطاع يعني الأشخاص نقصنا كل شخص ياخد مبادرة المبادرة هلأ كتير مهمة لقلتلك نحنا عم نفوت على مناطق الريف لأنه بمناطق الريف ناقص هو أنه ما عم بياخدوا مبادرات على القطاعات الجديدة بعدهم يمكن عم بيرجزوا على القطاعات القديمة اللي هي كمان قطاعات مهمة بس ليسا منحدثها من مال اللي هي هيدا الدورات التوعية اللي عم نعملها وتاني شي لازم ياخدوا مبادرات يخلقوا فرص عمل لألون وشركات وستارتابس بموضوع الاي تي لأنه هن منهم بحاجة يكونوا ببيروت هن من محل ما هن فيهم يخلقوا نتويز لتصديقا لحديث نحنا شو عملنا هلأ كشركة قررنا أخدنا قرار فتحنا نتويز مثلا بعكار ونحنا هلأ جمعية أغلبية شغلة مركزين على عكار لأنه هي أكتر منطقة هلأ حسب الدراسات مضواي أحمر يعني فيه فيه كتير فقر فيه كتير ما فيه فرص للعمل يعني من كل المؤشرات أحمر مضوين نحنا كل جهودنا هلأ كجمعية مصبة بمنطقة عكار ولي عملناه أول شي أخد بلشنا بدرنا بنفسنا قلنا خلينا نخلق فرص عمل بعكار فتحنا شركتنا أول شي بعكار ونحنا اتفجأنا أول شي كنا مفكرين أنه لأ أنه بيروت هو المكان المناسب لشركة لأنا لأ بعكار عم نلاقي يمكن أشياء يمكن ما كنا متخيلين أنه نلاقيها لقينا أنه هناك اللي عم بيجي بيقدم على الشركة عم بيكون حابب يشتغل من كل قلبه ما عنده شي فوق إلا العمل يعني هيدا عم تعطيه حافز لا يعطيه أكثر نعم عم بيكون عنده حافز لا يعطي أكثر عم بيكون يعني عم بيتعطش للدرس أنت كنت قلت لي كمين شغلي الـ IT نحن لو ننجح فيه كبلد بده كتير درس بدك تدلك مواظب دايما على الدرس بدنا نظلنا إذا بدك عارفين شو عم بيصير ابتو دايت بدك تكون مش ابتو دايت ابتو دايت كلمة يمكن غلط نحن بدك تكون بيفور دايت بدك تكون ديرس بيفور دايت لحتى تعطي خدمة ابتو دايت يعني كتير بده ريسورش بده جلد برأيك بالمدارس عم نتعلم متل ما اليازم على الـ IT يعني الـ IT كورسز اللي عم نخده بالمدارس كيفين يعني شو عم نفوط نتعلم ويرد وإكسل وكم شغلة هيدا ما بينمي مجتمع بيعرف يستعمل المعلوماتية لا هيدول هي اللي يمكن المرحلة الأولى بس حتى أنت تقدر تستعمل الجهاز الـ الكمبيوتر بس أنت بك تفرق بين شغلتين استعمال الجهاز وصناعة نعم نحن إذا بدك يمكن فينا نقول أنه لازم يطوروا بعد لازم يعطوا يعطوا موبايل يعطوا إشياء حديثة مش بس ورد وإكسل يحطسوا أكتر يعني يلحقوا شو عم بيصير بالعالم يلحقوا دايما التدريب يلحق شو عم بيصير بالعالم ومن تاني مال لازم نحن نفكر أنتروبرونرشيب يعني نحن إذا نلاقي هالشباب اليوم عنده أفكار وحابب يعطي لازم نضغري كمجتمع نحن إذا بدك برايفت سكتور مجتمع نطاق الأعمال نعطي فرص نساعد والنمي نعطي فرص نخلق شركات جديدة يعني إذا أجينا شاب اليوم صغير أما بعده أول عمره أو فتاة أو فتاة هلما نحكي آخر شيء على الفتيات وشو حابين نعمل للفتيات بس إذا إجينا حيالا حداً بلبنان عنده فكرة لازم نضغري نجيبه لعننا نساعده لحتى ننمي فيه هالأنتروبرونرشيب سكيلز لحتى هيدا هي بدك مجتمع ينهض كله رولا موسى شكراً لهالزيارة أنا بشرك كتير وببروك مرة جديدة مشاهدينا بريك كمي كمي لأم تيفيالعيو